بسهر الخير عاملين ايه؟ يا رب اكونوا خير توقعات برج الاسد لتاني اسبوع من شهر يونيو 2014 يلا بينا نبدأ بالجانب المهني يقود مواليب برج الاسد زملاء جدد داخل العمل وكمان مسئولية جديدة هتكون مكلفة ناحية مواليب برج الاسد واضح للمواليب برج الاسد الفترة دي او الاسبوع ده هيكون عندهم اه يعني قيادة او هيكون في مجموعة ملزومة منهم او هتحملوا مسئوليتهم في القيادة بتاعتهم واضارة يعني امور مهمة داخل العمل ده اللي المفروض هيتكلفه به واللي قرأت بالظلط مواليب برج الاسد من اول اسبوع حاجة تانية برضو في فرص عمل جديدة الاسبوع ده وكمان محتمل صرف مكافئات برضو خلال الاسبوع ده طبعا ان انت تقدر تبقى مسئول عن تيم مثلا او مجموعة في الشغل دي حاجة كويسة بتعودك دايما او بتأهلك ان انت تبقى مدير وتتعامل وتعرف ازاي تديروا الامور بشكل صح وتعرف كمان الاشخاص المختلفة كل واحد بشخصيته المختلفة تعرف توظفهم ازاي هنا بتيجي الخبرة وهي دي الناس اللي بتبقى بعد كده مدير ناجح لكن مش المدير اللي ما بيعديش بمراحل معينة واللي هو مرة واحدة بقى مدير لا ده اللي بيبدأ صح هو اللي بيبدأ بالقيادة وكمان بيبقى هو من المجموعة دي مش حتة ان انا قائد عليكو حتة ان انا شغال معاكو علشان في مهمة معانة لازم نخلصها هو دي الناس اللي بتنجح وكمان اي مهام عمل معها بيعرفوا يعملوها بشكل سليم جدا ربنا يوفقكو يديكو الحكمة ويقويكو هدخل عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب تزدهر العلاقات الاجتماعية الاسبوع ده بمعنى ايه؟ بمعنى ان هيكون فيه اجتماعيات جديدة من بداية الاسبوع وفرص الارتباط هكون بنسبة متوسطة ومن ضمن الارتباط ده ارتباط عن حب وكمان ارتباط تقليدي حاجة برضو عايز اقولها نصيحة مهمة بناء عن تجارب شخصية ياريت ما تخلوش حد يقرب منكو بسرعة ياريت دايما تدرسوا الشخصيات سواء صداقة بقى ارتباط اي حاجة ما تحكوش كل حاجة بمنتهى السهولة لان انتو ممكن بعد كده تندموا ان انتو حكيتوا حاجات خاصة قوي فخلي بالكو في الحتة دي الاجتماعيات مش بكترها الاجتماعيات ممكن يبقى شخص واحد بس شخص محترم سوي نفسيا مظبوط سالك مفيش فيه خبص ولقم ده يبقى بالف شخص من ما يكون فيه شخصيات كتير تانية ولكن بتضغطنا نفسيا وطريقتها بتزعجنا ونيتها مش حلوة اي حاجة نقولها ياخدوا الني على المحمل السيئة فدي نصيحة مهمة اختاروا اجتماعياتكم كويس لانها هيكون لها دور قوي جدا في نفسياتكم ربنا يبعت لكل شاب وشاب الشخصية المناسبة سواء ارتباط او اجتماعيات خش مع المتزوجين والمرتبطين خلافات بسيطة خلال الاسبوع ولكن المفروض انها هتمر سريعا فيه خلافات بتمر لو احنا ما وقفناش على الواحد يعني فيه خلاف ممكن يمر خلاص وان ايه وما نركزش فيه يعني خلاص عدة وننساء ودي من الحاجات الكويسة وعلى فكرة الموضوع ده بيخلي العلاقة مستقرة بنسبة مش قليلة يعني نسبة كويسة لكن لو كل حاجة مش هتمر وهنقف عليها يبقى مش هنخلص من الخلافات ربنا يهدي سلو كل بيت ويكمل مرتبطين على خير ننقل بقى على الجانب العائلي تجمعات عائلية ولكن الحقيقة مكتوب ان فيه محتمل فيه ظرف ما يعني ظرف مش لطيف ربنا يعني لا يقدر يكون سبب فيه تجمع عائلة بنسبة كبيرة اول لسبوع والمفروض عشان يكون دقيق ده مع بعض عائلات موليب برج الاسد يعني مش بشكل عائل يا رب ما يكون فيه اي ظرف سيء وكل عائلة هتتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة وعايز اقول ان اي عائلة فاي ظرف مدام هم مع بعض وعزوة وفيه محبة بجد فيه محبة بجد تعدي اي حاجة خش بقى على الجانب المالي دخل مادي خلال الاسبوع واستقرار مادي لموليب برج الاسد المفروض الاسبوع ده هيكون ايجابي جدا لموليب برج الاسد من ناحية المالية ربنا يوسع من رزق الجميع ننقل بقى تجار ومستثمرين وصحاب المشاريع ارباح مرتفعة طول الاسبوع المفروض ان الاسبوع ده هيحقق ارباح مرتفعة لمشاريع موليب برج الاسد والتجار والمستثمرين ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم اخر حاجة الجانب التعليم اختبارات تتخطاها طلاب برج الاسد ونتائج مفرحة على نهاية الاسبوع فيه اختبارات هيمروا بيها الشباب والبنات وهيقدروا يتخطوها وان شاء الله هيكون فيه نتائج كويسة واقول تاني ان شاء الله يكون فيه نجاح لكل الطلبة دي كانت توقعات برج الاسد تاني اسبوع من شهر يونيو عجبكم الكلام ده هتنسوش دعوني بلايك لو مش مشتركة او مشتركة اشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفديوات اللي بعملها متشاكل اوليكو سلام